محمد النفاعي قريب من الخط الجانبي المدرب للمنتخب اليمن النفاعي محاولة الآن لفلسطين لا وجود لحالة تسأل الخطيرة على المرمى أحمد شراد وركلت جزاء للمنتخب الفلسطيني للمنتخب الفلسطيني ركلت جزاء في مباراة الكويت ونفس اللاعب أيضا عماد الديمة هو اللي تسبب بركلت جزاء للمنتخب الكويتي في هذه المباراة أيضا يتسبب بركلت جوزيف اللاعب الرقم خمسة ممكن الآن جوزيف ويسجل بثقة اللاعب جوزيف الصباحي في أمسية كروية على أديم استاد البصرة الدولي وجوزيف الصباحي يسجل للمنتخب الفلسطيني لعب الكرة بذكاء ويسجل لفلسطين هذا جوزيف الصباحي يسجل للمنتخب الفلسطيني لاحظوا الكرة لاحظوا الثقة الموجودة لدى هذا اللاعب ثقة كبيرة لهذا اللاعب لاحظ ركلت جزاء ويسجل بطريقة جميلة على يسار حارس المرمى بسام صالح حارس مرمى المنتخب اليمني إذن فلسطين هدف اليمن لا شيء فلسطين هدف يحاول حسام لا يشاهد ركلة الجزاء وردة الفعل للمدرب حسام يونس مدرب شاب أكيد يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين الشباب مدرب المنتخب الفلسطيني أكيد هذا الفريق راح يكون نوات للفريق الأول وهنا محاولة وركلت جزاء ثانية للمنتخب الفلسطيني ركلت جزاء ثانية للمنتخب الفلسطيني أمام أنظار حكم اللقاء أحمد علاء الدين اللبناني يشير لاحظ استغراب من قبل المدرب محمد النفيعي لاحظ هذا التدخل من كامل الدبي قرار حكم المباراة قرار صائب لوجود التدخل من قبل كامل الدبي على كابتن المنتخب الفلسطيني خالد النبراسي إذا ركلت جزاء ثانية لاحظ بعيد عن الكرة الكرة خرجت من اللاعب النبراسي بتجيل هدف آخر النبراسي ممكن يتألق بسام صالح ركلت جزاء الثانية النبراسي ويسجل ثاني الأهداف للمنتخب الفلسطيني الثاني للمنتخب الفلسطيني عن طريق النبراسي النبراسي يتوج مجهودات الكبيرة التي قدمها في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني بهدف الثاني للمنتخب الفلسطيني في مرمى المنتخب اليمني هدفيا لفلسطين لا شيء للمنتخب اليمني لاحظ هذه الإعادة وضع الحارس على اليسار والكرة في منتصف المرمى والمنتخب الفلسطيني يضاعف النتيجة إلى هدفيا مقابل هدف لا شيء للمنتخب اليمني 2-0 فلسطين والتقدم على اليمن هذه المرة خالد النبراسي ركلة الجزاء الأولى كانت عن طريق اللعب جوزيف الصباحي وحفلة صباحية إذا ما فاز المنتخب الفلسطيني اليوم على المنتخب اليمني